أخبار تبدو مباشرة من اجتماعات لجنة 6 زائد 6 الليبية المشكلة لإعداد القوانين الانتخابية والمنعقدة في مدينة بوزنيقة المغربية إلا أن تأخير الإعلان النهائي يثير القلق مجددا مصادر ليبية كشفت أن اللجنة أبلغت رئاستي مجلس النواب والدولة انتهاءها من حسم النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية وأهمها الاتفاق على مبدأ السماح للجميع بالترشح للانتخابات الرئاسية دون شروط إلا أن تسريبات من اجتماعات بوزنيقة أفادت بخلاف استجدى بين الأعضاء بشأن عدم حقية ترشح من صدر بحقه حكم قضائي جنائي اللجنة توافقت أيضا على انتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة ومنحت العسكريين ومزدوجي الجنسية الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى للانتخابات لكنها اشترطت على العسكريين ومزدوجي الجنسية التخلي عن وظيفتهم وجنسيتهم فور المرور إلى الجولة الثانية مصادر كذلك رجحت إمكانية تجاوز اللجنة لهذه الصعوبات خلال الأيام المقبلة مؤكدة عزم رئيس البرلمان عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري المشاركة في الإعلان عن القوانين الانتخابية مصدر برلماني أكد أن ما سيتم الإعلان عنه في بوزنيق اتفاق مبدئي وعلى لجنة حالته إلى المجلسين للمصادقة عليه ليكون نافذا كما أن الإعلان سيتضمن أيضا ضرورة تشكيل حكومة مصغرة للإشراف على التمهيد للانتخابات تكون بديلة عن الحكومتين الحاليتين بالموازاة يكثف المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لقاءته بالقادة الليبيين لبحث سبل دعم الجهود المبذولة من أجل إجراء الانتخابات خلال العام الجاري للتعليق على الموضوع ينضم إلينا السيد إبراهيم بلقاسم الباحث السياسي من العاصمة الليبية طرابل السيد بلقاسم أهلا بك رشح أن لجنة 6 زائل 6 تمكنت من حسم النقاط الخلافية كيف تم هذا الحسم في تقديره؟ أهلا بك حتى الآن هو توافق مبدئي ليس نهائي يجب على اللجنة أن تصوت بشكل نهائي على هذه المخرجات أو هذه التوافقات حتى تعتمد ليست بالحاجة هذه اللجنة لأن تعود إلى المجلسين في حالة التصويت بموجب تعديل الدستوري 13 منحة لللجنة الصلاحية الكاملة في تمرير التوافقات باعتبارها قوانين للانتخابات لكن بحسب ما تسرب حتى الآن الذي يمكن في أي لحظة أن يتغير قبل الإعلان النهائي يوم الاثنين والتوقيع عليه يقول بأنه الباب مفتوح للجميع للترشح للانتخابات الرئاسية بالطبع هذه المسألة قد تفجر الانتخابات وقد تعطل وتعرقل إجراء الانتخابات الرئاسية بكل ما تعني الكلمة لأن هناك سابقة في 24 ديسمبر عام 2021 لم تكن فكرة فتح المجال أمام الكل خيار جيد للسماح بدخول الانتخابات وجود شخصيات جدلية داخل الانتخابات الرئاسية سيعطل وسيمنع وسيحد من قدرة المؤسسات الوطنية اليوم على إجراء الانتخابات الرئاسية حقية الترشح يعني من صدر بحقه حكم قضاء جنائي ما بين أن يكون هذا الحكم نهائيا أو أنه مطلوب للعدالة يعني كيف حسمت هذه النقطة وهل يمكن أن يكون الاتفاق حولها وجعلها فطفاضة هي محاولة ربما لكي يتمكن سيف القذافي مثلا من الترشح سيف وحفتر أيضا كلاهما لديهم أحكام سيف الإسلام لدي حكم في ليبيا حكم بالإعدام غيابي بالطبع في حالة خضوعة أمام المحاكم الليبية يسقط أو يعاد محاكمته بعد هذا الحكم خليفة حفتر أيضا لدي حكم ولكن خارج ليبيا في محكمة فدرالية أمريكية باعتبارها أنه أحد من مارس جرائم حرب ضد مداريين في ليبيا فكلا الرجلين لديهم أحكام وكلا الرجلين لديهم ممثلين أو مؤيدين لهم داخل اللجنة بشكل واضح يبدو أن هذه الثغرة أو هذا التوافق على أنه يجب أن تكون الأحكام نهائية وأن تكون الأحكام في داخل ليبيا استطاعت أن تخلق توافق ما بين أعضاء اللجنة لكن مرة أخرى ما ستنتجه اللجنة وما يتفق عليه مجلس النواب والدولة سيخضع لتفاهمات وتقاربات القوى الفاعلة في ليبيا وقبول الليبيين والقوى الوطنية والأحزاب وغيرها من المؤثرين والقادرين على التأثير بشكل مباشر على الانتخابات هل سيقبلوا بهذا الاتفاق أو من عدمه في حالة أنه تم الاتفاق بشكل نهائي وتم التوقيع عليه هل سيقبلوا من عدمه وإذ رفضوا أعتقد أنه من الصعب أن يتمرر هذه المسألة بالطريقة التي يتوقع الجميع مرة أخرى الحديث كان على فكرة إبعاد في الصابق كان هناك فكرة إبعاد سيف الإسلام وإبعاد حفتر بشكل ما وسماح لوجوه جديدة أو آخرين يتوافقوا كل الرجلين عليهم لأن يكون في الانتخابات الرئاسية لكن الآن عندما فتح الباب للجميع أعتقد أنه فعلا تحدي كبير جدا نعم أخيرا وباختصار في دقيقة لو سمحت تضمن الاتفاق ضرورة تشكيل حكومة جديدة وهناك موقف مبدئي لسيدة دبيبة بعدم تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة كيف سيكون الوضع؟ هذه أحد النقاط الجدلية أو الخلافية داخل مشروع مجلس النواب والدولة لأن المجلسين يسعيان لتغيير الحكومة الأمر الذي لن يقبل به دبيبة الذي هو فعليا الآن مؤثر وفاعل ولديه القدرة والتأثير على البقاء في المشهد اليوم هناك من يتحدث عن أنه يبقى تبقى السلطة التنفيذية الآن بواتفاق جينيف إلى أن تجرى انتخاب السلطة القادمة وبعد أن تجرى السلطة القادمة وينتخب الرئيس الرئيس القادم يرشح رئيس حكومة ويختار رئيس حكومة وتشكل الحكومة تمنح لها ثقة من المجلس ضمن الأليات المتعارفة عليها وأنه تبقى دبيبة إلى أن تسلم السلطة للقادمة وهناك من يقول أن دبيبة ربما لديه رغبة في الترشع عليها يتنازل في كل أحوال هذه المسألة ما زالت مسألة خلافية يسعى مجلس النواب والدولة تغيير الحكومة في أسرع وقت ممكن في حالة توقيعهم على الاتفاق مسألة التغيير أيضا لا أعتقد أن هناك يعني على الأقل من الدولية والأطراف الدولية والأقليمية الآن التي تراقب وتدعم لا أعتقد أن مرحبة تغيير الحكومة لأنه يرونها شكرا سيد إبراهيم بالقاسم الباحث السياسي كنت معنا من طرابلس شكرا جزيلا لك